على الرقم من المحاذير والاحترازات التي صاحبت جائحة كورونا منذ نشأتها وتأثيرها على سيل العمل بعدة غطاعات إلا أن العاملين في غطاء نقل الشبكات التابع لوزارة الكهرباء والماء بمشروع المطلع السكنية واصلوا العمل بالمشروع ليل نهار ليكونوا محل إشادة الجميع بإنجازهم المتقدم منذ الساعات الأولى للجائحة تم التنسيق في الوزارة بقيادة وكيل القطاع سيد المهندس جاسم النوري تواصل مع جميع الإدارات وتواصل مع جميع رؤساء الأقسام من أجل التنسيق مع المهندسين للبدء في الأعمال في ظل الجائحة هذه والتنسيق أيضا مع الجهات الحكومية الأمنية والصحية وغيرها وطبعا تم أخذ جميع الحيطة والحذر أيضا أن نتنبيه عليها في المواقع هذه الجهود جاءت بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الحظر الجزئية وكذلك الكلية ما وقفنا شغل وذلك بتعاون جميع الجهات الحكومية ما بإنسى أحد كوزارة داخلية كبلدية كأسكان ككهرباء ما وقفنا شغل أي وقت نجي بالحظر الكلي بالجزئي لله الحمد مفرين لنا جميع التراخيص وأي أمر نحتاجه مجرد الاتصال الحمد لله بس بشرط تطبيق إجراءات الأمن والسلامة وهذه لله الحمد المهندسون والعاملون في هذا المشروع أكدوا التزامهم بكافة الاشتراطات الصحية خلال مزاولة الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية في البلد لتلفزيون مجلس عبدالله العنزي